اعادت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية الى ارض الوطن بعدما انهت رحلتها الدولية الثانية الى جمهورية الهند الصديقة والتي جاءت تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه انتهت بلدية الظفار من انشاء مشروع نافورة راقصة بمنطقة معتزة بولاية صلالة وذلك ضمن مرحلة تطوير متنفس صلالة الغربية يقام اليوم حفلة تشين للملعب المعشب لفريق العربي الرياضي بولاية المضيبي بمحافظة الشرقية وذلك ضمن مشروع الملاعب الخضرائي من بنك مسقط أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية بعد اقتحامها وسط مدينة رامالله بالضفة الغربية اليوم اشتركوا في القناة